انا بقى هقولك لوقتي اسامي ما شهير اللي انا عايزها وانت تقولي لهذا المشهور او هذه المشهور لو هتطبخ له اكلة تطبخ له ايه يعني انت شايف ايه اللي يبسطه تأكله ايه يبسطه ماشي الدكتور محمد عبدالوهاب هو حريط جدا على كل حاجة طبعا وكان في النظافة يعني كان وموسوس جدا هوكله وجبنا قريش وبيد مسلوق وخيار يتعذب عشان يرهمنا من اوه اوه مش هايكل اي حاجة ازاك رسطم زاكيباشة رسطم زاكيباشة رسطم ده حبيب قلبي ده امم ده رحمه الله عليها هوكله طاجن عكاوي بالبصل ومكلسون بس وانت بتماقيه اكل بالراحة علشان القصاد جاعد ورا مش شايف ملوخية ولحمة مشواحة كده يا جميل عادل الامام حمام وبط وسمان هنام الطيور يعني خالد صالح الله رحمه تأكله . رحمة الله علي كحب أتيال السمك المكرونة . محتاجها دي .... السمك المكرونة ولا بقى إبيبق إبيو тобой، ولا غلبي مقرس وإبيبري كلمك، وإذا أقوم بتجعب أبي باسمك المكرونة . أقول لك بقى حاجة ... أنت عارف إني خذي الصالح الله الرحمه بأولاا خليني أكل حاجة أنا كان للممكن أحدها في بقgin إبيبقه ولم أbrطلشي طعمها و أبويا نفسه حاول معا يتيه NOpossa . البتاريخ 呀 البتاريخ إن كن شكلت بتاريخ أبدًا بس عارف فايدتها ونفسها كلها بس ما بطيقش طعمه لحد ما حلها لي هو بقى السندويتش فيه البطاريخ وحط فيه جرجير وطحينة ولمون فبقتش حسس بأي مشكلة طعم فحللي وهو كان انا مش جعان ولا في الناغي وهو جايله الاكل وعايز يأكل يعني اصر وانا مستحيل يأكل البطاريخ دي مستحيل فمن حب فيه والكسفة خدت السندويتش فقال لي انت قلت لها البطاريخ وانا عارف مفيد قال لي طب برا ما بتاع ليتو بس خلص السندويتش كله وبقيت اكل البطاريخ بعدين هو كان دايما يستدك وانت طالع في كارت قلتك انت فوق وقلت تحت كان دايما وانت داخل طالعي عمر تخش طاعد ما من نشالة بتأكلها ايه؟ كوارع مونة زاكي بتأكلها ايه؟ سوشي على قليل الدين الارحم فتة ولحمة وشربة سنة صفور أنا تأكلني انت بتحب، ما أنا عارف انت بتحب ايه؟ انت بومة ارفان كان مش مهمة بإعارف تتأكلني طيب ما أنا عارف يا عمر انت بتحب هجبلك حاجات بيرجر كينج، ماك، كين تاكي هجبلك تشكيلة من الحاجات دي ده لانا انا بحب انت عارف أمي بتطبخ ازاي؟ عارف طبعا على عارف دي أنا عمري مش هنسى يبقى انا بحب جنك انت بتحب الجنك فود وانت بره في الشارع غلط يا فاهيمي غلط غلط انت ضيعت على طول بتقولك انتاك ضيعت حاجة مهمة وقف صدق احلى ثلاث افلام لحمد حايمي قلتلك انا في الافلام مش شاطر بس احاول افتكر الفيلم اللي هو كان كزا واحد فيه اه كده رضا كده رضا فيه بتاع عسليسو اللي هو الامريكاني اللي اجي مصر بص اوامر هو ده بس اللي انا بحب احلى ثلاث افلام لرشدي ابوزة هقولهم لك بس من غير اسامي احلى ثلاث افلام لعادة الامان كتير المشبوه اللي انا بحبهم يعني النمر والانثة حتى القتير الدخان المور الشريف بحب الفيلم بتاع الكورة ده قوي اه غريب في بيتي والفيلم اللي كان مع ابوسي اللي هو العشقان الحب ده اللي على البحر حبيبي دائما والفيلم اللي كان فيه مدرس ونزل بالولاد الأخذ الرجال المحترمين أحلى ثلاث افلام لحمة ذاكي الوزير الآن أي الوزير اللي فيه عوازة ده ي البدعو الحجر ي البدعو الحجر أنا أصلاً قبل ما أمثل كان نفسي أبقى ألعي بكور كان نفسي واختبارات الأهل وأروح وأمشي والناس في المكان اللي كنا سكنين فيه في الحرم يقولوا الأبو يا حرام عليك تسيبي الولد ده كده لازم تقدينها دي كنت متقلق يعني وأنا طفل كلام ما كبرت أنا مش عارف أفل ومبسوط جداً حبيبة والله والله عظيم ويعريت ما تكونش أنت زهلت لا والله العظيم ما عايز أقوم أصلاً لا والله عظيم بسمعة دي آخر واحدة زهلت أنا عايز أقول تاني وتسألني حبيبة عمر وأنا كمان والله العظيم حبيب يا عمر الله حفظك حبيب